موسيقى ازايوكو عاملين ايه انا احمد صلاح وده برنامج حريقة كورة هنتكلم النهاردة عن مكاسب الاهلي واخسارة ريال مدريد في مواجهة يوم الاربع ايه ده الاهلي كسب والريال خسر اه الاهلي كسب والريال خسر طب الاهلي كسب ايه والريال خسر ايه تعال اقولنا هنتكلم الاول عن الاهلي الاهلي كسب ايه قدام ريال مدريد بص مشاركة الاهلي قدام ريال مدريد في حد ذاتها يعني يا حاجة لو اعرفتوها كيف وعمل هو بالضبط كده فهي الفكرة ان انت روحت ولعبت وعملت هجمات وعملت اداء عملت اخطاء دفعية دي مش قصتنا بس انت بقيت تاني اكتر انت بقيت رقم حسين الشحات رقم حسين الشحات ده في حد ذاته تاريخ يعني حسين الشحات وصل بقى زي ميسي وبقى زي ارونالدو وبقى زي بيل ان هو شارك ثلاث مرات وسجل ثلاث اهداف مختلفة في ثلاث نسخ طيب الريال مدريد الريال خسر ايه الريال بكل بساطة خسر الدوري اه الريال ضحه بالدوري عشان الاهلي الريال قاعد كروس ومودردش ولعبة كتير عالدكة عشان الدوري الريال قدام ميوركا خسر 1-0 قرر ان هو يحافظ على اللعبة دي بكسر عاله من قندية وعشان الاهلي قرر خلاص ان هو يبقى وسع الفرق بينه وبين برسلونة لتمم نقط انا مش جاي اقول ان الاهلي هو اللي كسب وان ريال مدريد هو اللي خسر لا بس زي مريال مدريد كسب جوا المتش هو خسر برا المتش والعاق صحيح الاهلي زي ما خسر جوا المتش هو كسب برا المتش طيب نتكلم عن الاداء ليه الاداء وصل بنا الكده وليه الاهلي خسر كتحليل انا في وجهة نظري هي ثقة انك ما عندكش روح مش قادر تقتنع انك تقدر تسجل انت لو كنت مقتنع بنفسك انك تقدر تجيب جون لو عندك الثقة الكافية انك قادر تسجل قدام حارس حارس ده مش كورتوه كمان الحارس ده مش كورتوه حارس اي كلام شريف قدام الجون انفراد لا مسجلهاش مسجلهاش ليه؟ لانه ما عندوه ثقة بنفسه قبشة قدام الجون راح مطيرها ليه؟ لانه ما عندوه ثقة في نفسه ديانج ديانج للاسف جيهتهز في اكتر ماتش الناس محتاجة تشوف مين ده يعني اغلى لعب في الاهلي واحسن لاعب اتهزف ماتش غريب جدا بقى بلاعب كورتوه اللي هو الجون التاني الجون الاولاني دي كارثة طب ليه؟ ليه يا ديانج عندك بقى الناس اللي كسبتوهم لا ده محمد هاني عندك الناس اللي كسبتوهم حسين الشحات حسين الشحات ومحمد هاني لعبوا ماتش من احسن ما يكون ولو ان كل كورة كان بيطلع فيها محمد هاني كان بتبقى غارة عندنا في الدفاع الاهلي في ماتش ريال مدريد ما كانش بيلعب على الاداء المشرف اطلاقا لان ماتش بيرن ميونيخ احنا كنا بنلعب على الاداء المشرف رحنا خمس مرات على الجون بيرن ميونيخ بيرن ميونيخ بيرن ميونيخ 24 كورة 24 كورة مقابل 5 انت متخيئين نتيجة كبيرة قديه؟ الاستحواز الاستحواز 68 يعني احنا مكونوش باللعب طيب ماتش ريال مدريد انت رحت 15 مرة وشت 15 شوطة منهم ستة على الجون طيب ريال مدريد ريال مدريد رح 19 مرة منهم 11 على الجون الاستحواز 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 38 62 لا ده في لعب هنا انا هروح تلعب انا الحد ديها 90 انا اتنين واحد انا عايز اجيب جون انا عايز اعمري منتادة تفكير بس الاهلي كتير وان هو مش هيقدر يعني للاسف هنا بقى شخصة البطل غلبت روح للفنان الحامرة يعني انا دايما ثم اقول ان الريال مدريد زائ الاهلي ده عنده شخصة البطل و gang شخصية البطل للأسف في الماتش ده تغلبت على روح الفنان الحامرة المهم الماتش ده باين لي حاجات كتير جدا وهي فرق الثقافة بين جمهور الاهلي و جمهور الزمالي مش بتارية على حد بس فعلا فرق الثقافة كبير قوي جمهور الاهلي كان بيحلم من كام يوم انه يبقى احسن نادي في العالم ان انا اغلب ريال مدريد وبقى افضل نادي في العالم دلوقتي انا رايح العبه على ثالث ورابع جمهور الزماليك بينفس على ثالث دوري والفكرة مش بكده فكرة انه يحلم ياخد ثالث دوري على التوالي انا بحلم ايكون ثالث احسن نادي في العالم على التوالي او مش احسن نادي في العالم مركز ثالث في كاس العالم اللي عنديه على التوالي يا سيدي انت فين فرق ثقافة جمهور الاهلي و جمهور الزمالي الكبير قوي الفرق واسع وكبير جدا